اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى لو كنت تعيش في منطقة جافة ويمكن ان يحدث بسبب الحمامات سيئة التهوية وتسرب المياه ينمو في الزاوية بالقرب من الدش في الحمام او في الحمام بالكامل وخصوصا اذا لم تكن التهوية جيدة ويمكن ان يتراكم على الاوراق والكتب والاثاث والاستجاد والملابس والحيوانات الاليفة والاحذية العفن ينتج سموم المعروفة باسم السموم الفطرية والتي توجد شظايا وجراثيم العفن التي تفرج عنها للخروج في الهواء قد لا يكون هناك نوع واحد من السموم يؤدي الى العفن ولكن السبب هو تضرر المنطقة من المياه واليكم العلامات الاكثر شيوعا التي تنذرك بانك مصاب بمرض العفن الشعور بالوخز هذا الاحساس يشبه كثيرا الاحساس بوخز الدبابيس والابرة عندما يصل العفن للجسم يبدأ الناس بالشعور بالوخز وهذا يعني انك تحتاج الى علاج مراض العفن الاكتئاب تقلبات المزاج من الاعراض الشائعة للكثير من الامراض ولكن وجد الباحثون ان هذا العرض مرتبط بمرض العفن مشاكل في التنفس اكثر علامات العفن صعوبة هي ضيق التنفس وقد وصف الباحثون بعض امراض الجهاز التنفسي التي ترتبط مع التعرض للعفن والتي تشمل الربو والتهاب الانفي التحسسي ودائر الشاشات القصبية وفرط الحساسية والتهاب الجيوب الانفية حساسية العيون عندما تواجه احمرار في العين وحكة وحساسية الضوء وعدم وضوح الرؤية هذه الاعراض لها صلة بمرض العفن مشاكل الذاكرة وقلة التركيز ومشاكل الوظيفة التنفيذية وضباب الدماغ كل هذه الاعراض لها صلة بمرض العفن تشنجات العضلات ألم الأعصاب المستمر ألم في المفاصل ألم لا تسببها التهاب المفاصل الالتهابي ألم انتقاء الجليد ألم البطن الإسهال تغيرات الشهية الغثيان التعرق الليلي أو قضايا تنظيم درجة الحرارة الدوار والعطش الشديد وزيادة التبول وطعم معدني ومع ذلك لاحظ أن مرض العفن لا ينجم عن تكسين واحد ولكن في معظم الحالات يظهر في المناطق أو المباني المتضررة بالمياه فهل تعلم أن سمية العفن مصنفة في فئة كبيرة من أمراض سموم الحيوية وتعرف باسم متلازمة الاستجابة الالتهابية المزمنة؟ ومع ذلك إذا كنت تشك في تعرضك للعفن لظهور بعض الأعراض عليك فعليك القيام بما يلي اختبار وجود العفن في منزلك ويمكنك العثور على متخصص بيئيا لتفقد المنزل ويمكنك القيام بذلك بنفسك الذهاب للطبيب وفحص مدى تأثرك بمرض العفن هل كنت على علم بأن هذه الأعراض تدل على الإصابة بمرض العفن؟ أخبرنا عن رأيك في التعليقات ونشكركم على المشاهدة إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة وفع زر الجرس ليصلك الجديد ولا تنسوا دعمنا بلايك نشكركم جزيل الشكر